نصبح لحضراتكم مرة تانية وخلونا دلوقتي ننوح بقى للأخبار اللي برا مصر وكده بتبقى لطيفة شوية في مقطع فيديو كده لطيف وثق مشهد حلو قوي المشهد ده كان عبارة عن سمكة السامن وهي بتحاول تقطع الطريق خلال انجراف مياه الأمطار على جرف مائي بجوار الطريق وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي معانا على الشاشة السمكة بتحاول تعدي الطريق من ناحية لناحية عشان توصل لمنبع المية وتنقذ نفسها لكن في الآخر محاولتها فشلت والمشهد ده شفناه دلوقتي حصل على كم كبير قوي من التفاعلات وشاركه ملايين من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الحقيقة المشهد ده فكرني فيلم جزء تاني من فايندينج نيمو اللي هو فايندينج دوري دوري برضو كان بتحاول تروح تدور على أهلها فتحاول تعدي من مكان لمكان ومغامراتها بقى في النصف كده ما كملتش الفيلم بصراحة طيب نروح لشمال فرنسا في ملجأ هناك من الحرب العالمية التانية اتبنى لصد قوات الحلفاء بعد غزو فرنسا الملجأ ده دلوقتي تحول لمنتجع سياحي وبيت للضيافة بعد ما أخدوا مواطن فرنسي واشتراه وقاعد فيه حوالي 18 شهر لحد ما بقى المكان من أشهر الأماكن السياحية في فرنسا سعر الليلة للمبيت جواب وصلت ليه 375 دولار لست أفراد من يومين تقريبا تم بيع أغلى مسدس في تاريخ الأسلحة مبلغ 6 مليون جنيه مبلغ كبير جدا 6 مليون دولار انا أسفى في مزاد علني في الولايات المتحدة الأمريكية المسدس ده اللي تم استخدامه في قتل بيلي دا كيد واحد من أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأمريكي المسؤولين عن إدارة المزاد قالوا إيه بقى؟ قالوا أن اللي هشتري المسدس ده حيستمتع جدا بمشاهدته واقتنائه خصوصا أنه من طراز كولت وأن المسدس من أكتر الكنوز الأيقونية للتاريخ الأديم للغرب الأمريكي وسعره رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري 6 مليون جنيه عشان هذا اتفرج على مسدس أيقوني دولار أنا أصلا مش مصدق الرقم أنا مصدوم بالجنيه شو صدق الرقم شو كيف بعد أقول لك جنيه بقول لك عشان هايقوني تاريخي طيب في مشهد إنساني وثقته كاميرات المراقبة في الشوارع المشهد بدأ بأن في سيدة كانت ركب عربيتها وفجأة العربية بتاعتها اطلت نزلت عشان تشوف إيه سبب العطل اللي حصل في العربية وتقريبا ما عرفتش تعمل أي حاجة ففكرت إنها تزوء عربية طبعا زي ما انت شايفين العربية في مطلع فهتزوء العربية إزاي مش تعرف تطلع فكرت إنها تزوء عربية الورا وطبع في مكان عشان تلاقي حد يساعدها تقريبا ما هي بترجع العربية هي ما خدتش بالها طبعا إن احنا في منزلق ومنزلق عميق كمان طبعا نتيجة إن العربية سرحت والست سرحت وما عرفتش تسيطر عليها وكانت ممكن تسبب حادثة كبيرة جدا في الوقت ده ظهر شاب محترم جدا وأنقذ الموقف في الوقت المناسب زي ما حضرتكم شايفين أول ما العربية رجعت والشاب شاف العربية هتظهر دلوقتي في الصورة رجل جري ورح فاتح باب العربية لأن طبعا كانت تحصل كارسة يعني شايفين الطريق عامل إزاي هي بترجع وهو أول ما شاف الموقف جري فاتح باب العربية ونط طبعا هو أكيد تخبط في العربية وهي وقت على الأرض بس يعني قهوة بكتير من اللي كان هيحصل أصلا طبعا أنا مش متأكد تعمل إيه أنا بس عايزة فهمها هي كان بتعمل إيه كده هتدور يعني لا بس خلينا نقول أنه غير هي كان بتعمل إيه برضو سوق حظها مش طبيعي يعني انت شفت العربية اشتغلت وأول ما زقتها العربية اشتغلت على طول هو مش سوق حظ هو سوق تفكير مش سوق حظ خالص يعني ما تبقى العربية أصلا في منزل يعني أول ما هزوقها لها العربية بتجير لوحدها ده مبدئيا هتدور إزاي يعني لو قلنا العربية منول مثلا ومحتاج حد يرميلها هتدور إزاي حتى مهام مش في العربية ندخلنيش في تفاصيل يا شازلي أنا يعني معرفه وش بصراحة بس أنا معرف شايري وشاهدين أنا استأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني من بعد الفاصل